موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى برنامج مسارات أما وقد صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية وحددت الهيئة المستقلة العاشر من أيلول المقبل موعدا لإجرائها نسأل اليوم عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية ومتى تصدر جداول الناخبين النهائية خاصة وأن مكان الإقامة هذه المرة سيحدد الدائرة الانتخابية ومكان الاخترار ماذا عن القائمة العامة والقائمة المحلية والنسبية المفتوحة والمغلقة وكم بلغ عدد الأحزاب التي ستتسابق على 41 مقعدا كحد أدنى والسؤال الأهم وبعد أن راكمت الهيئة منسوب الثقة في إجراء الانتخابات لكن لا بد أن نقف طويلا عند ضمانات النزاهة في القانون وكيف نميز بين المال السياسي والمال الأسود أو الرشوة وكيف نحالها للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها معنا في الستوديو الدكتور رائد العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أهلا ومرحبا بك دكتور في برنامج مسارات وقبل أن نبدأ هذه الحوارية نستمع للتقرير التالي ونبدأ بهذا الحوار إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات النيابية وإعلان العاشر من أيلول موعدا رسميا للاقتراع ما يعني إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ليتمم شطرة التحديث السياسي الذي جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة بقانوني الأحزاب والانتخاب حاجر زاوية له للوصول إلى الحكومات البرلمانية بعد زيادة حصة المكون الحزبي من مقاعد مجلس النواب الجميل في هذه المرة أن القانونين جاءوا متناغمين مع بعضهم البعض بحيث أن قانون الأحزاب أعطى مساحة جديدة وشكل جديد لتأسيس هذه الأحزاب باشتراطات جديدة وجاء قانون الانتخاب بالمقابل ليحدد حصة جديدة لهذه الأحزاب لتتنافس عليها ضمن قائمة جديدة هي القائمة الحزبية ضمن الدائرة العامة انتخابات أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها ما يكسبها أهمية استثنائيتان لكونها تأتي بعد عملية تحديث سياسي ويجد خبراء أنها تحمل رسائل تهدف إلى ضمان استقرار المؤسسات وأن ما يحصل في الإقليم لن تكون له تداعيات على المواعيد الدستورية أو على الداخل الأردني أردن يسير بثباتناه عملية الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا وإداريا ما يعنينا في هذا الأمر هو التوجيه الملكي في إجراء عملية الانتخابات النيابية وهي رسالة واضحة للجميع بأن الأردن يسير بكل المسارات يواجه التحديات يحافظ على أمنه يمديد العون للأشقاء في فلسطين وبنفس الوقت لا نهم العملية التطوير والتحديث في الأردن وعملية البناء التراكمي فأعتقد أنه هذا رسالة تعني أن أولوياتنا بلدنا أولوياتنا تطوير بلدنا أولياتنا الاستمرار في عملية التحديث السياسي وفي مقدمة إجراء الانتخابات الانتخابات المنتظرة وقد تجهزت لها المستقلة للانتخاب وتلهفت لها الأحزاب كونها تشكل اختبارا حقيقيا لمدى نجاح القوى الحزبية بتأكيد حضورها ونجاعة برامجها لنا قرعان التلفزيون الأردني من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا دكتور رائد أهلا ومرحبا بك دكتور رئيس الهيئة أعلن أن الأسبوع القادم سيكون عن جدول الزمن العملية الانتخابية الرزنامة إنجاز التعبير للانتخابات جاهزة وسويا عنها الأسبوع المقبل أبرز ما ستحوي هذه الرزنامة دكتور رائد شكرا إليك أخي لك الاحترام على الاستضافة السريعة بعد الزيارة الملكية السامية للهيئة وصدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات وتحديد موضع الانتخابات اللي هو العاشر من أيلول لهذا العام كما تفضلت أن معالي رئيس المجلس تحدث عن جاهزية الهيئة بالمطلق العام وتحديدا فيما يخص سؤالك على موضوع الإطار الزمني أو المددى قانونية لانتخابات حسب أحكام قانون الانتخاب برقم أربعة لسنة عشرين واثنين وعشرين أنا ستحدث بالعموميات لأن الإطار الزمني لم يقرر من قبل السادة أعضاء المجلس المفوقي لكن ما سيحوي هذا الإطار سيحوي عشر إنجاز التعبير عشر مراحل المراحل الأولى التي هي إعلان وتحديد تاريخ موعد الاقتراء وهذه الحمد لله بشهد لله تمت مع الزيارة الملكية المرحلة الثانية مرحلة إعداد وعرض الجداول الأولي للناخبين ومن المتوقع تحديدا بثلاثة ستة أن يتم عرض هذه الجداول حالة العرض هذه الجداول ستبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولي ونتحدث عن جداول ناخبين أولي ويحط للناخب أن يعترض على مكان إقامته أو ورود اسمه بالغلط أو ورود اسمه في دائرة لغير الدائرة الانتخابية التي يوجد فيها إقامته تليها مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير نحن لدينا شكلين من الاعتراض من الاعتراض نعم شكل أنا أعترض على مكان إقامتي أو على دائرة الانتخابية أو على مركز الاختراع تابعي أو أعترض على الغير أنه مسجل بهذه الدائرة فمرحلتين الاعتراضات تتم بالبداية الاعتراض الشخصي ثم الاعتراض على تسجيل الغير أنا دكتور أريد أن أخذك بهذا التسلسل لكن يمكن أن نتوقف عند كل تحصيل لأهميتها للمشاهد للمواطن للناخب هذه المرة تحديدا تتوقع ويكون في اعتراضك أكثر لسبب لأن هذه المرة بحكم القانون حدد أن مكان الاقتراع مكان دائرة الانتخابية هي مكان إقامة صحيح مضبوط أخ الكريم القانون الجديد إحدى ميزه هو تسكين الصوت تسكين الصوت بتحديد مكان الإقامة الوارد على بطاقة الأحوال الشخصية وبالتالي كثير من الأشخاص رح يتفاجأوا أنه صوتوا انتخابات عشرين عشرين في محافظة أو في دائرة انتخابية اكس والآن هو موجود في دائرة انتخابية أخرى أو جديدة أو جديدة أو أخرى لذلك أعطى القانون بمدة زمنية محدد سبع أيام أن يطعم في قرار دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إعداد الجدول في مكان إقامته تمام قبل عملية الطعن له الخيار تم تبسيط الإجراءات بالتعاون مع معالي وزير الداخلية ومعادي رئيس الهيئة المستقلة جميل بسطة الإجراءات لأنه كان زمان فيه إجراءات معقدة بالتغيير معقدة نعم الآن ممكن سهلت بشكل كبير هلأ صارت أوضح وأبسط إجراءات كيف نحكي بالله يا دكتور وحدة من الإجراءات التي تم الاتخاذها أنا رائد إلي بيت موجود بالغور بمجرد وجود سنة تسجيل للعقار المملوك إلي في الدارة الانتخابية بالبلغة أنا بنقول مباشرة للأحوال المدنية تمام دول الرجوع لا لحكم إداري ولا لبكتب المعني بالأحوال المدنية اللي موجود في المدينة اللي فيها العقار فهذا حكما بشكل مباشر تمام لا بل أضفنا عليه أنه أحيانا قد يكون العقار مملوك باسم الزوجة تمام يعني ليس شرطا نقل العقار إذا كان برب الأسرة دفتر العيلة أنا تستطيع من باب التفسير كثير من الأشخاص سجلين عقاراتهم باسم زوجاتهم أيضا سمح للزوجة في عملية أن تنقل عقارها أو تنقل مكان إقامتها و دائرتها الانتخابية حتى لو كان العقار موجود نأتي إلى الإجراء الأصعب للمستأجرين المستأجرين كانت سابق تخرج نجنة كبيرة صحيح من كل الجهات الآن تم تبسيط الاجهات واقتصرت بتعميم من معاني الوزير الداخلية لدائرة الأحوال على مكتب الأحوال و الحاكم الإداري ضمن عاقد مسجل في البلدية أو في آمانة عمان الذي يتبع لهذا العقار مع وجود فتورة كهرباء تدل على أن شخص هو الذي يسكنها يسكن هذا العقار نعم وبالتالي الإجراءات أبسط نعم سنشهد حالات أعلى من السنوات السابقة بالانتخابات بالمراحل التابقة في العملية الانتخابية بالاعتراض على الجداول الأولية بالمناسبة دكتور يمكن أنا اليوم حتى و بعد بالحلقة ففت على موقع الهيئة و شفت أنا حتى وين بالمكان الإقامة بمعنى حتى من هذه اللحظة موجود لأي شخص أن يستفسر عن مكان إقامته خاصة أنه تحديث الجداول يمكن تم هذه المرة كل سنتين مرة فبمعنى آخر كل ست شهور عفوا بالعام مرتين كل ست أشهر كاميرا فالآن من اليوم يقدر أي مواطن يدخل و يتأكد وين و يبدأ إجراء من الآن صحيح؟ نعم سيدي كثير من المواطنين راجعوا الهيئة بالاتصال أو بالحضور الشخصي و تم إرشادهم على عملية تغيير مكان الإقامة الوارد في جدول الناخبين الأولي و تم الاستجابة لهم من الدواء المعنية و عدل أنا أعرف أشخاص كثير عدلوا مكان إقامتهم الوارد في بطاقة الأحوال و بالتالي تم تغيير الدائرة الانتخابية التي يتبع لها طبعا إذن بالجدول الذي كنت تفضل فيه بس ينزل للجدول الأولي نعم في سبع أيام للاعتراض سواء على الشخص أو على الغير تليها الاعتراض بالمرحلة الأخرى التي هي الاعتراض على تسجيل الغير طبعا بعد ذلك تقوم الدائرة اللجنة تشكل دائرة الأحوال المدنية تشكل بجان للنظر في هذا الطعون أو هذه الاعتراضات و بالتالي إما أن يكون القبول أو الرب في حالة الرفض يستطيع الناخب أن يحصل على قرار الرفض و أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للطعن بقرار دائرة الأحوال المدنية فمن باب النزاهة و من باب الشفافية و العدالة هناك مرحلتين أو ثلاث مراحل اعتراض و الطعن أو مرحلتين حالة صدور القرار تليه عملية الاعتراض لدى المحكمة المختصة على قرار دائرة الأحوال محكة بكي ضمن المدد بالتأكيد لها مدد معينة لأنه ضمن جداول زمنية بدأت تكون أكيد سيدي كريم يعني دائما و أبدا أغلب القضايا التي تذهب و هذا تعاون مطلق من السلطة القضائية مشكورين صحيح تأخذ شفة الاستعجال تمام يعني بحد الأعلى لن يكون أكثر من سبعة أيام لأنه نحن ما نطلعون بأغلب إجراءات و أحكام قانون الانتخاب الحالي بمدة زمنية لا نستطيع تجاوزها يعني الرقم يعني المدة مش عندي لكن لا تجزاوز ثلاث أيام بالحد الأدنى ثلاث أيام سيكون القرار بيد الشخص الذي الشخص المعترض على قرار دائرة الأحوال المدنية بعد ذلك بتصير الجداول نهائية لا تعكس تمام تعكس قرارات المحاكم المحاكم و قرارات اللجنة تمام على الجداول و من ثم تعرض جداول الناخبين بشكلها النهائي و تكون نهائية و تنشر على موقع الهيئة تنشر على بعض المراكز زي دور الحاكميات الإدارية المتصرفيات البلديات و يستطيع أي مرشح الحصول أو ناخب الحصول عليها بسحبها من الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب تمام و هيك بتصير الجداول نهائية 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 المرحلة التي تليها مرحلة الترشح بعد أن باتت هذه الجداول جداول نهائية مرحلة الترشح تبدأ مرحلة الترشح و أنا بتحدد عن موعد مبدئية للقائمة المحلية و للقائمة أو للدائرة العامة و للدائرة المحلية بـ 31-7-2024 31-7 الموعد المتوقع أن يكون لفتح باب الترشح انتخابات مجلس 20-24 أو يسمونه 20 20 طبعا مجلس 20 أو الانتخابات 20-24 مدة الترشح ستكون ثلاث أيام ثلاث أيام نعم يا سيدي طبعا تنظر لجان متخصصة نحن شكلت الهيئة 19 أو 19 لجنة انتخابية لجنة للدائرة العامة هذه موجودة بالهيئة و اختير لها شخصية قانونية مرموقة سيدة الأستاذ الحمود نعم السيدة فداء الحمود رئيس الدوان التشريع والرأي و شكلت بقرار من مجلس الهيئة و شكلت أيضا 18 لجنة انتخاب في الدوائر 18 الموجودة في ظل قانون اللي حددها قانون الانتخاب 20 22 تبدأ هذه اللجان باستقبال الطلبات خلال سبع أيام من استلام الطلبات يتم تحويل هذه الطلبات أولا بأول إلى المجلس للنظر فيها و الشروط التي حددها القانون سواء كان للقائمة المحلية أو للقائمة العامة للقائمة نعم للقائمة العامة للقائمة الحزبية أو القائمة المحلية يتم يزدر قرار المجلس بالقبول أو الرفض في حالة الرفض يستطيع مفوض القائمة الذهاب إلى المحكمة المختصة والطعن في قرارات الهيئة في حالة رفضت أو رفض المجلس قبول هذه القائمة للترشح بعد ذلك طبعاً هي محكمة الاستئناف في المحكمة المختصة خلال ثلاث أيام يتم الرد على هذه القضية بإما تأييد قرار مجلس المفوضين أو رده وبالتالي ملزمة الهيئة ومجلس الهيئة بقبول هذا الطلب بعد ذلك يتم الإعلان عن قرارات المحاكم من قبل الهيئة على الموقع الأكتروني ومن ثم ذلك يتم عملية عرض جدول لكافة القوائم المحلية التي تم قبولها والقوائم الحزبية التي قم قبول ترشحها على انتخابات عشرين أربعة وعشرين تمام يعني إذن بواحد وثلاثين سبع الموعد المتوقع نعم وخلال فترة كما قلت ثلاث أيام الترشح نعم بعد ذلك إذا كان في سواء قرار المجلس بالرد في لديه الحق بالاعتراض في عندي شوية أسئلة لكن بقصة القوائم لكن سنفرد لها كثير من الوقت بعد قليل ما المرحلة التي تليها دكتور مرحلة الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية نعم والدعاية الانتخابية ضمن القانون مجموعة من الإجراءات وصدرت تعليمات تنفيذية للدعاية الانتخابية على كافة القوائم سواء كانت محلية أو الهجمية الالتزام فيها من حيث النموذج أماكن العرض الرسوم المتوقعة ما هو مسموح الشعار المطلوب هناك محذير عدم استخدام الصور الملكية الشعار الرسمي للدولة كثير من القضايا عدم استخدام إنجاز التعبير السيارات الرسمية والسيارات تتباع الحكومة والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للحكومة لهذه هناك أكثر من جهة حاولنا نبسط أو نسحل إجراءاتنا في عملية الرسوم لبعض الدوائر المحلية فالأمانة معنية وزارة البلديات معنية البلديات في هذه معنية لقبول هذه الرسوم وبالتالي حاولنا ضمن هذه الإجراءات إذا صار في مخالفات الهيئة تتدخل أو بتنسق مع أطراف أخرى أخي الكريم فيما يتعلق الهيئة تشابكها الإيجابي وعلاقاتها هذا عرص وطني وللأمانة توجيهات دولة الرئيس بمجلس وزراء أمس كانت واضحة للحكومة تعاون كل المؤسسات صحيح وهذا عرص وطني لذلك الهيئة لا تملك المعدات والعدة لغاية إزالات فدائما أبدا فيه ضباط ارتباط مع البلديات مع وزارة البلدية أو وزارة الإدارة المحلية مع أمانة عمان مع وزارة الأشغال للطرق الرسمية فكلهم حسب اختصاصه يكون متعاون معنا حل ورود الشكوى أو المخالف للهيئة يتم التحقق معها مجلس المفوضين معاني رئيس المجلس والسادة المفوضين وموظفي الهيئة المستقلة لديهم صلاحية الضابطة العدلية مجرد ما تأكدوا منه يتم الاتصال الفوري مع الجهة المعنية لإزالة هذه المخالفة دكتورة أنا سألت لأنه فيه ناس بقول يجب أن نطور جميعا أدواتنا بعملية المراقبة والضبط لأنه الوسائل التقليدية بالدعاية والترشح قد يكون سهل ضبطها بالشوارع بالسيارات لكن بالفضاء الإلكتروني وخاصة هذه المرة فيها قوائم عامة وقوائم قد يكون تنافس وبتعرف جزء من التنافس مرات يكون فيه أستخدم بعض الألفاظ قد أستخدم بعض التصور أستخدم وسائل معينة عبر الفضاء الإلكتروني تجاه قوائم أخرى يمكن هايكما بدها أدوات تكون أسرع ما فيه وقت يمكن بدها لأنه حجم تأثيرها وانتشارها أكبر من الوسائل التقليدية أكيد كهي أخذتوها بعي الاعتبار يعني أنا معك اللي تفضلت فيه الفضاء الإلكتروني الدول اللي لا يستطيع السيطر عليها صحي لذلك من كل الإمكانيات المتاحة للهيئة المستقلة والشباب والخبرة التراكمية الموجودة أعتقد أنه أعكفوا على أدوات إلكترونية تستطيع المتابعة بشكل أكبر على وللأمانة هذه دعوة من خلال هذا التلفزيون الأم التلفزيون الأردني لكل المواطنين هذه دعوة للتعاون مع الهيئة المستقلة نحن لا نستطيع يعني نبدل قصارى جهدنا للنجاح حتى نجود هذا النجاح ويكون لمصافي الدولة الأردنية وليقيادتها وليشعبها العظمان يتعاونوا معنا في عملية يعني هي ليست عملية مصدر ولا عملية شكوى ولا غيره لكن إن تضافرت الجهود نستطيع أن نحقق انتخابات كما دكتور كما لدينا منجز نحن نتحدث عنه الآن كإعلام لدينا منجز بالدولة الأردنية اسمه الهيئة المستقلة صح إذا بهذه المرحلة لم يتضافر الجهود فبالتالي قد نكون إحنا ساهمنا بعدم تجويد هذا المنجز طيب دكتور الترشح كم فترة الترشح وماذا يلي فترة الترشح فترة الترشح كما ذكرت لك ثلاث أيام يليها سبع أيام لصدور قرارة المجلس أول بأول يليها عملية الطعون الدعاءة الانتخابية تحدثنا عن الدعاء الانتخابية مدتها 31 يوم 31 يوم الدعاء الانتخابية الدعاء الانتخابية كما ذكرت لك منصوص عليها بتعليمات تنفيذية تم إقرارها من المجلس تم إقرارها من ديوان التشريع وإعلانها بالجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة هي مرحلة إعداد النتائج وهذه قد تكون هي أصعب ليس أصعب المرحلة يوم الاقتراء يوم الاقتراء محكنا عن يوم الاقتراء يوم الاقتراء دعاء الانتخابية الدبيبية كما المرات الماضية تتوقف قبل يوم الصمت الانتخابي 24 ساعة سيكون هناك صمت انتخابي يليها يوم الاقتراء أو مرحلة الاقتراء وكما ذكرت لك التي حددناها واخذ فيها قرار بناء على الأمر الملكي بعشرة أيلول القادم بإذن الله هذه المرة فقط من السبعة للسبعة وما في تمديد أول مرة لا يوجد تمديد لأن القانون نصالح وواضح بذلك أنه لا يوجد تمديد لهذا الموضوع يوم الاختراع وقد يكون يوم العرس الوطني واليوم الدستوري والاستحقاق الدستوري للوطن إجراءاته واضحة زي ما اكفضلت تبدأ بمجموعة من الإجراءات لفتح السنديق بوضع والتأكد هذا من باب الشفافية طب دكتور رائد هذه المرة الهيئة ومن أشهر هي طبعا تعمل بخلية أمل بيوم الاقتراع تحديدا ما الجديد لدى الهيئة بمراكز الاقتراع بعددها بالتسهيلات بهذه التفاصيل ماذا أعدت الهيئة المستقلة يعني الهيئة قامت بمجموعة من الإجراءات التحذيرية وللأمانة أصدقك في الكون أنه من ما بدأنا المجلس الجديد بدأنا نعمل على تحديث كافة بيانات الهيئة المستقلة كما تذكر أخي الكريم في ظل الانتخابات 2020 كانت الكورونا موجودة صحيح لذلك تم التوسع الكبير في عدد مراكز الاقتراع لذلك تم إعادة النظر فيها وتخصيص فريق عمل تعاون مع أمانة عمان فيما يتعلق باللوجستيات وموظفي الهيئة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم ثم عملية كشف الميداني من خلال استبانة أعدت للليجان التي خرجت للميدان وكشفت على كافة مدارس التربية وزارة التربية والتعليم كما تذكر من 20 إلى 24 هناك مدارس جديدة تم الكشف عنها لذلك حاولنا قدر الاستطاع الاستفادة من أرشيف الهيئة المستقلة للانتخاب بانتخابات 2020 وانتخاب 2016 في بعض القضايا التي تمس الأمن الاجتماعي في بعض النقاط الساخنة لمراكز الاقتراع وتجاوزها تم الكشف على كافة المدارس أخذت ما يقارب عملية الثلاث شهور تم وضع علامات محددة للدلالة على ملاءمة هذه المراكز لعملية الاقتراع وعملية الفرز بعد على تجمعات السكانية الموجودة على دخلة موجودة على تل هل فيها سهولة لكبار السن هل فيها غرف صفية كل هذا أخذ بعين الاعتبار كله أخذ بعين الاعتبار وعلى المعايير للأمان على معايير الدولية خلصنا إلى ما يقارب 1600 مركز 1600 مركز 1600 مركز اقتراع وفرز وعندما نتحدث عن مركز يكون فيه أكثر من غرفة تمام صحيح أكثر من غرفة أكثر من غرفة في هذا الموضوع لذلك من الناحية اللوجستية مراكز الاقتراع والفرز تم تحديدها وتم اختيارها وتم إعداد المطلوب إليها نتعاون الآن مع وزارة التربية والتعليم في بعض القضايا الفنية ومن هذه الشاشة الغالية على كل الأردنيين القريب من الأردنيين بشكر معاني وزير التربية والتعليم على تعاونه فيه تعاون كبير كبير خصة صدابة الارتباط مع شبابنا بالهيئة المستقلة للانتخاب للحديث عن القضايا اللوجستية لبعض المدارس التي بحاجة إلى عملية صيانة تحديداً فيما يتعلق في موضوع الأسخاص ذوي الإعاقة صار لهم تسهيل ذوي الإعاقة في تسهيلات بمراكزهم لسهولة عملية الإقتراع هناك مراكز نموذجية هناك متطوع لكل شخص ذوي إعاقة هناك استخدام لغة الإشارة في كافة الحملات التوعوية وقع معاني الرئيس في مراكز نموذجية سيتم تحديدها مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة لتحديد ووضع مراكز الإقتراع لذوي الإعاقة في مراكز قريبة على سكنهم بحيث يكون العملية يعني وقعنا اتفاقية أو مذكرة التفاهم باستراتيجية وبخطة تشغيلية لمراكز نموذجية لذوي الإعاقة طيب دكتور مدام نحكي عن هذه المراكز سؤالي الآن من شقين فات الناخب أو دخل الناخب هاي فات بالعالمية نعم نصير يعني اليوم حلو طيب دخل الناخب الإجراءات كما هو يعني معتاد عليها بالسابق أم هناك تسهيلات أخرى جرت هذه المرة من لحظة دخوله للحظة تصويته هذا الشق الأول وبعد الإجابة بسألك الشق الثاني نعم يعني أنا خي نقول في تعليمات تنفيذية تحددت عن عملية الاقتراع الاقتراع واضح القانون الجديد لم يتضمن أحكام جديدة في عملية الاقتراع الاقتراع وعلى الجدول الإلكترونية دكتور بالمناسبة للتذكير على الهوية لا يوجد بطاقة اقتراع خاصة لأنه استمعت إلىها أنا هذا اليوم والأيام الماضية لا يوجد بطاقة اقتراع على الهوية فقط هوية الأحوال الشخصية الرسمية المعتمدة لكل معاملات الأردنية أنا أعتقد أنه حتى لو تذهب على أي معاملة لا يتم أي فوتوني على المدخل إلا على سند تمام كل الاحتراع لا يتظر عمرك فلا الهوية هي المرجعية والأساس والوحيدة لعملية الاقتراع لأنه ناخذ يتم التأكد منه طبعا الحبر السري موجود كطمانة اللي أنه زاهب يعني هذا الشخص ودائما الحبر الذي يتم استيراده وابقا للمعايير العالمية يأخذ الشخص المقترع أو المقترعة بعد مطابقته يأخذ ورقتين ورقة أو دفتر لدائرة المحلية ورقة الاقتراع لدائرة العامة ويروح على المعزل وبتم الاختيار طبعا في محاذير الكل بعرفها ممنوع التصوير ممنوع وضع الإشارة ممنوع الحديث له له نقول منتهى وسائل الراحة لكي لا يؤثر عليه أحد على عملية الاختراع حاولنا الجديد فيها أنه بالتعليمات التنفيذية أن لا يكون العدد كما كان موجود الغرفة الصفية قليلة عندك لجنة من خمسة عندك مراقبين عندك ملديب عندنا تجربة من قائمتين لذلك كل قائمة قبل كان يتم القائمة كل مرشح له مندوب مندوب الآن لا المرشح أو المندوب للمرشح الوسائل الوسائل الإعلامية تتعامل مع رئيس اللجنة ولا تتعامل مع أعضاء اللجنة في قضايا تبسط عملية دخول الناخب وخروج بأقل تأثير عليه من اللي حوالي طيب دكتور كونك وصلت بهذه الجزئية يعني أنا قاعد بتخيل سواء بالقوائم المحلية وكون المرها كمان في قوائم عامة يعني درسته بالتأكيد درسته بالحيئة يعني هل الناخب بد يكون أمام كتيب طبعا هذا قانون الانتخاب لكن أنا بتخيل شكله قريب من هذا الشكل بد يكون أمام كتيب عند الانتخاب بد يكون كبير يعني كونه في قوائم محلية وقوائم عامة درسته الشكل العام كيف عشان يكون مبسطة للناخب للإدلاء بصوت هو عملية الاختيار نعم نحن عندنا تجارب عندنا القوائم الوطنية عندنا تجربة كيف كان شكلها وكيف الشعار والاسم عندنا تجربة بالقوائم المحلية على الدواء المحلية الأصل أن تبسط قدر الاستطاع على الناخب صحي بحيث أنه لا يفوت لأنه أنت مناطم مدة زمنية صحي حتى يستطيع أغلى من الناس في عملية التصويت لا يريد أن الناخب يتوف في عملية الورق بالتأكيد والدفاتر وهذه الصورة وهذا اسم وهذا لذلك لا جديد لن يكون عملية شكل الكتيب أو الورقة الانتخاب مختلف عن السنوات السابقة لأنه كل اعتاد عليه وما فيه إشي جديد يعني تربنا القائمة العامة صحي مصبوط ولا لا بالألفين وثلاثة صحي وجربنا القائمة وطنية صحي فنفس الشي ما رح يكون فيه شي مختلف قد تكون الألوان مختلفة قد تكون شعار الحملة لكن بالنهاية ستكون سهلة أمام الناخب سواء بالقائمة المحلي أو بالقائمة العامة لا يكون أمام كتيب ضخم نعم تصير عملية الاختيار وبالتالي الوقت أطول مئة بالمئة الهدف وتعمل يعني جل عمل الهيئة تبسيط الإجراءات بأن تكون مفهومة وسهلة وسلسة وميسرة على الناخب قبل قليل ذكرت مركز اقتراع وفرز نعم مكان اقتراع المواطن ستكون عملية الفرز نفس الورفة نفس الورفة نفس الورفة أمام الجميع الحاضرين ستكون عملية لا بل يسيد بيكون نوع من أنواع الكاميرات وشاشة بالخارج بالساعة للجمهور كل ورقة بورقتها هذا مهم دكتور يعني هذا جزء لما نحكي من الضمانات أنا سلمجالي بحطها كل الناس بتشوف فأحيانا بعض المناديب الذكيين واللي يعرفوا بالانتخابات بتكون عندهم نتيجة مرشحهم قبل ما تطلع من هيا الأولية بسجلوا والمناديب يتفقوا مع بعض بيكون فيه عندهم ماكينة انتخابية عملية احصاد هذا جزء من السؤال لك المهم بالبداية نزاه ضمانات ضمانات النزاه صحي فأنا لما بفرد باقترع بنفس الغرفة مندوبين القوائم القوائم عندي عندي رقابة محلية في تعليمات للرقابة للجهات الرقابية المحلية وعندي رقابة دولية ومن المتوقع هذه الانتخابات أن تشهد جهات دولية ستحضر بمناسبة هذا الاستحقاق الدستوري وستشارك الأردن أو الأردنيين عملية الرقابة دكتور بدنا احنا بتعرف المندوب بالنهاية طبعا مع الاحترام والتقدير الرقابة الخارجية وهذا مرة يرغب كل مرشح كل قائمة مندوب يكون موجود نعم ويحضر الفرز ويحسب ويسوي فهذا كله متاح بكل مراكز الاقتراف دكتور لا يجوز أن يكون في مركز في عليه رقابة أو مندوب ومركز ما فيه طبعا واضحة في تعليمات نظمتها عملية الترشح وعملية وجود المندوبين عن القوائم بس لن يكون هناك لأشخاص طبعا مش لأشخاص القوائم هذا فرق المندوبين للقوائم سواء المحلية أو العامة وليس للمرشحين للمرشحين سيد أنا عندي غرفة خمسة لخمسة تتسعمين ولمين صحيح لذلك حتى عملية الإعلام وتعاطي الإعلام سيكون خارج مراكز الاقتراع بالساحة يعني ممكن التلفزيون الأردو يفوت يأخذ سكتش أما بدك تعمل لقاء أنت تأثر على الموجودين تخرج وعمل بخارج مكان الاقتراع المباشر نعم كل عمليات عمليات لإصدار النتائج في كشوفات يدوية وأيضا إلكترونية وتطابق وتطابق بثلاث مراحل ثلاث مراحل ما هذا المراحل أولا لجنة الاقتراع والفرس تمام بتعدها طبعا بتكون بعملية اعتساب العتبة وبتعد وبتطابق الجداول وبتحتسب النتائج وبتعمل محاضر أولية أو جداول أولية يتم نقلها إلى لأنه هذا مركز اقتراع موجود في دائرة انتخابية هذه الدائرة الانتخابية موجود لها لجنة رئيسية للانتخاب تمام بتكون بعملية المطابقة كل المحاضر الورقية مع المحاضر الأكترونية تم مطابقتها تمام ثم يتم بعد التأكد من مطابقتها يتم تجميع كل الصناديق لأنه أنت ما عندك مركز اقتراع واحد في الدائرة الانتخابية كل المركز في بلغور كلهم بتجمع بمركز واحد تمام في دائرة في لجنة الانتخابية الرئيسية لحكينا عنها في 19 لجنة في واحدة للقائمة العامة وفي 18 لأكل موجودات في 18 دائرة بالمملكة نعم يا سيدي تم تجميع هذا وبيبلش إعلان النتاج الأول يتم إرساله أيضا للهيئة المستقلة للانتخاب ويتم عنضه على لجان تدقيق أخرى وليأول مرة يتم من ضمن الخمسة أو الشخص السادس هناك ضابط جودة ضابط جودة في كل لجنة الانتخاب وظيفته وظيفته سيدي هو أن يقوم بمراجعة كافة الإجراءات الحسابية لعملية فرز وعد الأصوات والمجميع والمطابقة يعني لذلك قد تأخذنا شوية وقت هذا كان سؤالي يعني هيك بفهم ضمن هذه الإجراءات أنه الوقت سيكون أطول هذه المرة بصدور النتائج الأولية يعني عملية أولا الدواء الانتخابية وسعته قبل كانت دائرة عمان فيها خمس دوائر أو شخص دوائر أو شخص دوائر الآن عمان نحكي ثلاث دوائر عمان نحكي ثلاث دوائر صحي بعض الدوائر فيها سمية وخمسين ألف صحي عملية الفرز والتحقق من عملية الفرز وقيام ضابط الجودة بدوره وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية ومن ثم إعادة مطابقتها وإرسالها هذه معايير النزاهة إذن هذه المرة التوقعات بحكم القانون الجديد أن تكون النتائج نعم يعني من كما تعودنا خلال ساعات هذه المرة قد تكون بوقت أطول نعم أطبقت أطول مئة بالمئة النتائج أول أن تخرج بحكم القانون والتعليمات التنفيذية سيكون القوائم الدائر المحلية دائر المحلية وبعد ذلك بعد ذلك أنا بحاول نوضح للمشاهدين لكي نكون نبلش كون صورة بعد ذلك كل الثمنتاشر دائرة كل نتائجة تروح ل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب اللي فيها اللجنة الرئيسية الرئيسية تبعت الدائرة العامة يتم عملية مجميع مطابقة للأعداد حال الانتهاء من هذا الموضوع والتأكد من كافة هذه المحاضر والمجمية واحتساب العتبة اللي هي 2.5% يتم اللي نهان على النتائج تمام والنتائج هون بتكون واضحة في قواعم تتجاوز 2.5% إذا كان ثلاث مقاعد وهذا حددها القانون أو ثلاث قوائم حزبية ويتم توزيع عليها المقاعد توزيعها على هذا أنا مشان ما أسوي اشتباك بالتأكيد بالأيام الجاية راح ن خطوة بخطوة أيضا مع الهيئة مشان نفصل بهذه تفصيل اليوم يعني بحلقة اليوم مشان نجاوب على الأسئلة الرئيسية النتائج الأولية حسب الجدول السبني وماذا يليها دكتور مرحلة عن النتائج عن النتائج أولية هذا بيوم واحد تمام يكون هناك لمدة يومين طعن من قبل المعترضين في قرارات المجلس أو بهذه النتائج تمام يذهب القرار بنفس اليوم الذي يقدم فيه إلى الطعن محكمة الإستناف خلال ثلاث أيام لا بد لها من فرز وهذا سرعة يعني أعطي هذه الطعون بالتعاون مع السلطة القضائية سفة الاستعجال أنه خلال ثلاث أيام يكون منظور في الطعن المقدم بهذه النتائج التي أقرها مجلس المفوضين تزود المحكمة المجلس بهذه القرارات إذا كان القرار رفض الطعن يرفض وتقر وتصبح النتائج نهائية إذا أصبح أو قبل هذا الطعن هون تكون أمام مرحلة جديدة خلال سبع أيام لا بد من إعادة الامتخابات في الدائرة التي قبل الطعن بالنتائج الأولية التي أقرها مجلس المفوضين هيا المستقبل دكتور الآن يمكن معنا عشر دقائق في أسئلة هامة يمكن بدنا نحاول كمان نستفسر عنها ونوضحها للسادة المشاهدين بداية بحكم هذا القانون نتحدث عن 138 مقعد في البرمان القادم نعم نتحدث عن قائمة عامة وقائمة محلية شرح دكتور إذا تكرمت للقائمة العامة والقائمة محلية والقائمة المفتوحة والنسبية المفتوحة والنسبية المغلقة إذا تكرم دكتور رايح دخل كريم يعني سأحكي بعجالة وأستغل أستثمر عشر وقائق بإرسال رسائل سريعة لأبرز أهم ملامة وأحكام القانون للانتخاب الجديد أولا هذا القانون للأمانة أنا من الذين يتشرفوا باللجنة الملكية وساهموا في هذا القانون حاول القانون أن يكون صديق لكل الأردنيين بمعنى أن يراعي الخصوص الاجتماعية للمجتمع الأردني هذا قانون الانتخاب الجديد القانون الوحيد الذي تضمن ثلاث مراحل عملية تدرج يعني هذا قانون ما إجاء قال بدي كل مقاعد حزبية لا تدرج 30% 50% 65% لذلك ضمن هذا القانون عملية الانتقال المتدرج للحياة السياسية مراعيا لعملية الحياة الحزبية عندي أول ملامح له أنه وسع الدوائر الانتخابية قبل كانت عمان الآن عندي 18 دائرة عمان 3 دائر ودائرتين بإربد وباقي الدوائر دائرة دائرة زاد عدد المقاعد من 120 إلى 138 تم لأول مرة بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وهذا مطلب من كل القوى الحزبية بتخصيص مقاعد للأحزاب كما ذكرنا عندنا 41 مقاعد بالنسبة 30% من المقاعد مقاعد حزبية لأول مرة يوجد صوتين للناخب الأردني وهذا رائع خصوصية المنطقة اللي أنت بتمثله أو هويتك الفرعية وهويتك الوطنية فعندك في صوت على مستوى الوطن صوت حزبي كعب أروح أومي الاقتراع بصوت للي بدي يا قرابتي صديقي كده وفي صوت للدائرة العاملة للدائرة العاملة هو أنا بسميه صوت الحزبي أو صوت للوطن بس دكتور الآن خطر بالي السؤال نعم أي ناخب يستطيع أنه يوم الاقتراع إذا بصير يصوت للدائرة العامة مثلا وما يصوت للمحلية أو العكس يجوز يجوز يعني بالنسبة للورقة ما فيها إذكار مفصولات عن بعض هذا سؤال الآن خطر القضية الثانية دكتور طيب عبيرما الفكرة برضو خطر بالي السؤال توسيع الدوائر بتقلل الرشوة يعني يعني كل ما وسعنا الدائرة زي ما صار الآن أكيد أقللنا قصة الرشوة أكيد أكيد أنا أتفقنا ما بنسميها أنا أشكرك أنا أشكرك لأن هذه رشوة هذه رشوة سياسية ودكتور يمكن يعني كل متفق أنه الآن إذا لم نكرس بعض التقاليد حتى حتى اللفظية تكرس عند الجميع صحيح يعني هذه فرصة كمان صحيح نحدث عن تحديد سياسي صحيح هذه مرحلة نكرس فيها بعض التقاليد حتى التقاليد حتى بعض الألفاظ تسمى الأشياء مسميتها ليس مال السياسي يمكن المال السياسي أصلا بشكل السياسي هو إيجابي إنجابي تمام لكن نتحدث الآن عن رشوة رشوة سياسية صدق نعم سيدين طبعا هذا القانون تضمن نظامان انتخابيين الدارة الانتخابية العامة لها القائمة النسبية المغلقة والقائمة المحلية لها القائمة النسبية المفتوحة الفرق بيناتهم إنه بالقائمة المحلية المغلقة بتختار القائمة لا تختار أشخاص هذا مهم نوضحه للناس بالقائمة العامة قائمة مغلقة مغلقة لمعنى أنا أصوت للقائمة نعم لإسم القائمة لإسم القائمة القائمة تلقائياً تكون مرتبة مع الهيئة الأشخاص ترتيباً ترتيب التسلسلي للمترشحين فيها هذا لما أصوت للقائمة العامة القائمة المحلية هي القائمة النسبية أو النظام القائمة النسبية المفتوحة وهذا اللي بتم اختيار الأشخاص يعني قائمة من خمسة يابس صوت للخمسة يابس صوت لواحد هذه القائمة المحلية 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 المحافظات نعم إلى المحافظات التي هي القائمة النسبية المفتوحة أيضا القانون تضمن شروط للقائمة لتشكيل القائمة العامة وشروط للقائمة المحلية أبرزها بالعامة العامة أبرزها أولا هذه القائمة واختصرة للأحزاب وليس للأفراد الحزب بأي وقت يقدر يترشح يجب أن يكون قد مضى على انتسابه للحزب الذي يرغب بالترشع عنه ست شهور وضح للأحزاب وضحناها بأكثر من تعمل ليس اليوم يقدران أنتم إلى الحزب أقول الشهر جايب أن تنزل الانتخاب أخي الكريم من انتسب لحزب ما بتاريخ 11-3 20-24 لا يحق له الترشح عن أي قائمة حزبية لأنه ما كمل مدة ستة أشهر ستة أشهر لمجرد ما أعلنت الهيئة 10-9 نرجع ست شهور لعشرة ثلاثة اللي كان مدرج اسمه بسجل الحزبي للحزب اللي منتسب له من عشرة ثلاثة وقبل يجوز له الترشح نعم سيد هذا شروط القائمة العامية واحد من الشروط نعم هذا شروط أخرى مهمة أن يكون حزبي من الشروط أن يكون من أول ثلاثة امرأة وهذا صديق للمرأة القانون ومن ثاني ثلاثة امرأة أن يكون من أول خمسة شاب هنا لأول مرة بتاريخ المرأة أنا كنت تعتبر رحالي شاب أنا نسمي قاد سألك شوي يعني الشاب بالقانون أنا شاب ولم شاب أنا مش هارف الخمسين انت شيخ شباب له الله أعزك دكتور بس يعني بالقانون شو الشاب 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 من الثمانتعش لخمس وثلاثين تمام في قانون الانتخاب هو من خمسة وعشرين اللي هو سن الترشح Won't you be strong من ثلاثين لخمس وثلاثين لخمس وثلاثين لخمس وثلاثين نعم هذا القانون أعطاه خلال القائمة العامة يجب أن يكون من أول خمس أشخاص تسلسل من القائمة الحزبية نعم من القائمة الحزبية يعني دكتور باختصار عندما كنا نقول دوما وبالتأكيد بالأردن خطوات بتمكين الشباب وتمكين المرأة كل هذا عكس بقانون الانتخاب نعم ستي القضية لها يجب أن يكون حد أدنى لأعضاء القائمة الحزبية ما عدد أشخاص أن يكون ممثلين لتسع أو لنصف دوار الانتخابية يعني لتسع محافظات أو تسع دوار انتخابية ممثلة هذا مهم يعني أنا ممكن أجيب لك الثلاثين من عمان لا يجوز لا يجوز جيب ثمانية وثلاثين بس مقسمين على تسع دوار انتخابية حد أدنى طبعا القائمة تتكون من ثمانية وثلاثين شخص على التنافس واثنين مسيحيين وواحد ششاني أو شركسي تمام برضو مثلوا في هذه الدوار الدائرة أو القائمة المحلية حددت لحد أدنى مرشحين اثنين اثنين لأول مرة يعطى أخونا المسيحي والمرأة وأخونا الشركسي والششاني أن يختار مسار تنافس حر أو على الكوته لذلك ستجد هذه ستجد مثلا تمثيل المرأة أو الشركسي أو أكثر هذه المرأة أكثر من العالم لأن الحد الأدنى موجود موجود لكن ممكن كمان يفوز على التنافس ممكن يفوز على التنافس وممكن يفوز القضية الأهم وقد تكون هذه يعني من ميزات قانون الانتخاب أنه سمح لأبناء البادية الترشح خارج دوائر البدو وقبل هذا مكن كانت مغلقة دوائر مغلقة مغلقة لكن مسموح له أنه يترشح يترشح لكن بالتصويت فقط هي التصويت لأبناء البادية لأبناء البادية مسموح له مثلا يترشح عن دارة عمان دار الأولى الدار الثالث ترشح عن دارة البلقة وبصوته المواطنين العاديين بس جداول الناخبين لأبناء البادية بقيت مغلقة عليهم في دوائرهم واضحة؟ أيضا أخي الكريم موضوع العتبة وهذا كان سؤالي بالدقاء يمكننا زميلنا المخرج يقولون دقيقتين معنا سريع قصة العتبة نسبة الحسم نوضحها سريعا دكتور خاصة إنها كانت جزء من متطلب منذ سنوات لكل القوى السياسية والقوى الفاعلة بالمجتمع الأردن تجربة بالقائمة الوطنية نجح من كل قائمة واحد 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 لم تستطيع هذه القوائم أن تكوم كتل سياسية أو كتل حزبية قائمة على نفس المبادئ الحزبية والمبادئ السياسية والبرنابج السياسي الانتخابي داخل مجلس النواب السابق فكأنه فردي كانت وكأنه فرد جزء من نجاح العمل البرلماني في دول العالم المتقدم هي الكتل البرلمانية السياسية صحيح فحتى تضمن بهذا الموضوع استعرضنا كل النماذج العالمية ناس بحط 5% على الدائرة الوطنية ناس بحط 0.5% ووصلت اللجنة المختصة في موضوع قانون الانتخاب باللجنة الملكية لتحدود المنظوم السياسية وكبداية أن نضع 2.5% 2.5% ماذا تعني؟ أنا عندي 5 مليون ناخد وزيادة بصوت على فرض 30% كمي نسبة 30% من 50%؟ على فرض 2 مليون 2 مليون ضرب 2.5% بطلع عندي 50 ألف القائمة الحزبية التي تستطيع أن تحصل على 50 ألف حد أدنى بتبلش تنافس تمام وهكذا الدائرة المحلية 7% 7% طبعاً عندنا الآن إمكانية كبداية في حالة عدم وجود ثلاث قوائم حزبية على الدائرة العامة بنبلش النزل نصف المية حتى توصل ثلاثة تمام يعني جوز اللي بتجاوزه 2 2.5% بننزل نصف المية جوز يتجاوزه 5 فبتم المنافسة على احتساب وزن المقعد للقائمة الحزبية حسب نسبة العتبة أو نسبة الحسم أو العتبة بتم احتساب المقاعد وكيف عملية توزيع المقاعد بين الكتل الفائزة القائمة المحلية 7% تم تعديل القانون حتى يحقق نوع من أنواع العدالة في بعض الدوائر اللي لها مقعدين تنافس يجب أن تفوز دائرتين طبعاً في الدوائر الأخرى اللي فيها أكثر من مقعدين تنافس لازم يفوز ثلاث دوائر ثلاث دوائر وبتم أيضاً في عدم كحالة عدم وجود ثلاث دوائر بننزل النسبة بننزل النسبة حتى توصل ثلاث دوائر طيب بالتأكيد اللقاءات تطول في أسئلة كثيرة لكن سؤالين اختاميات الأول الأحزاب ليس فقط للقائمة العامة لكن يستطيع الحزب أنه كمان يرشح أقضاء له بالقائمة المحلية مزيد من التفصيل دكتور بالدقيقة المتبقية نعم يجوز أجاز القانون طبعاً لما يجوز القانون مسموح وغير مسموح يعني الخيار للحزب قد يستطيع الحزب أن يرشح قائمة أكثر من قائمة محلية والآن حسب ما بنشوف بالميديا في كثير من الأحزاب بتشتغل بالدوائر المحلية وبتقوم بتشكيل قوائب قد تستطيع أكثر من حزب يشكل قائمة محلية مع بعض بتحالف وقد يستطيع نفس الحزب ممنوع الحزب إلا يترشح على قائمة حزبية واحدة طبعاً على الدوائر المحلية بقدر يرشح خمسة ستة عشر قد يستطيع أن يرشح من أعضاؤه ولا يعلن ويستطيع أن يعلن عملية التحالف يجوز لأكثر من حزب أن يشكل قائمة حزبية على شكل تحالف حزبي وتسمى بضمن القانون قائمة على مستوى الدائرة العامة وكذلك يستطيع على الدائرة المحلية فهو حيار حزبي بحت بعشر ثواني متفائلين أن تكون نسبة المشاركة هذه المرة ونسبة المقترعين أعلى من المرات السابقة دكتور إن شاء الله يعني نتمنى لأن الحملة قوية التجربة جديدة إن كان حتى المناخ السياسي الحالي لكن من هون لشهر تسعة أنا أتوقع الجو العام والوضع الإقليمي إن شاء الله بكون حافز كبير للأردنيين لتحديد مستقبلهم السياسي إن شاء الله اللقاء تتواصل دكتور عددوان شكرا جزيلا لك وليتشريفك هذا مساء مشاهدينا شكرا للمتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة